يبدو أن الصين تسعى لتوسيع دورها في القارة الإفريقية عبر بوابة النيجر حيث أعلنت بكين عزم حكومتها تأدي الدور وساطة في الأزمة السياسية التي تواجه النيجر عقب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد بازوم كما هو معروف عن الصين فهي تلعب دورها بشكل هادئ وتؤكد على الجانب السلمي هذا ما جاء على لسان سفيرها في نيامي بأن بلاده تنتهج دائما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان لكن بكين في نفس الوقت منفتحة على التعاون وتبادل منفعة وهي تشجع الدول الإفريقية على حل مشاكلها بنفسها الموقف الصيني الجديد أثار تساؤلات داخل أوساط إفريقية وغربية لم تخلو من اتهام بكين بالسعي لحماية مصالحها الاقتصادية الكبيرة في النيجر وأن الوقت قد حان لمجابهة المحاولات الأمريكية في زيادة النفوذ بعد الفراغ المتوقع إزاء الانسحاب الفرنسي الذي بدأت تظهر مؤشراته مؤخرا بينما تحدثت مصادر دبلوماسية عن تغيير الصين لموقفها الذي تبنته منذ الانقلاب العسكري في النيجر نهج دبلوماسي متحفظ وضرورة إيجاد حل سياسي بالإضافة إلى تأكيدها على الرئيس محمد بازوم بأنه صديق للصين لمناقشة هذا الموضوع تنضم إلينا من باريس الكاتبة الصحفية شيرين ناصر ومن بكين الصحفي نادر رونغ أهلا بكم ضيفي واسمح لي أن أبدأ مع سيد نادر رونغ سيد نادر هل دخلت الصين في هذه الوساطة بدون أجندات أم أنها تسعى لتحقيق مصالحها في النيجر أهلا ومرحبا بكم لقد أعرفت الصين عن نياتها في دور الوساطة في أزمة في النيجر فطبعا الصين تأمل من إعادة النظام وكذلك استعادة الاستقرار في هذا البلد الإفريقي في أسرع وقت ممكن لأن هذا لا يصب لصالح النيجر فحسب كذلك يصب لتعاون الصيني وإفريقي لكن الصين لديها مصالح كثيرة في النيجر ألا تخشى الصين على أن تحل قوى كبرى بدلها خصوصا أن روسيا تسعى بشكل حثيث لأن تضع لها موطئ قدم أيضا في إنياميه أولا الصين لا تريد المشاركة في منافسات جيوسياسية مع دول كبرى في قراءة الإفريقية فالصين لها موقف مستقل وكذلك لها الرؤية الخاصة تجاه القضايا في إفريقيا وتعاونها مع الدول الإفريقية فالصين أولا تحترم سيادة دول المنطقة وكذلك تعمل معها على أساس الاحترام المتبادل والمساوات وتحقيق منفعة المتبادل وكذلك الصين لا تميل إلى أي طرف فهي على التواصل جيد مع جميع الأحتراف المختلفة في الأزمة في النيجير لذلك هذا الموقف الخاصة والمستقل يمكن تؤهلها الدور الوساطة لحال الأزمة كيف تنظرون أستاذ شيرين ناصر إلى الموقف الصيني؟ هل هناك مخاوف لدى باريس من دخول الصين على خط هذه الأزمة؟ أم أن ربما دخول بكين وضلوعها بهذا الملف يمثل لها أسوأ الشرور خصوصا بأن منافسين الولايات المتحدة روسيا قد يمثلوا خطر على المصالح الفرنسية في هذا البلد الاستراتيجي والمهم لباريس بداية مساء الخير أستاذ إبراهيم ومساء الخير لضيفكم الكريم فرنسا حتى الساعة ليس هناك من معطيات تفصيلية حول هذه المساعي الصينية أن كانت ستبقى مساعي لن توصل إلى نتيجة وأنها يمكن أن تتحول إلى مبادرة يمكن البناء عليها في النيجرة ولكن ما يمكن قوله من خلال سؤالك أستاذ إبراهيم هو أن فرنسا بطبيعة الحال ستكون قلقة من هذه المبادرة لأنه كما نعرف هناك مساعي من دول عدة منها كما ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية منها روسيا ومنها الصين أيضا لاستغلال الفراغ الفرنسي ولوضع اليد في القارة الأفريقية منذ أيام كتبت صحيفة لوفيجارو عن موضوع الموقف الأمريكي والموقف الفرنسي بأن أمريكا لا تريد أن تخرج فرنسا من أفريقيا ومن النيجر تحديدا ولكنها تريد أن تستغل الفراغ وذكرت هذه الصحيفة بأن روسيا بطبيعة الحال تسعى إلى السيطرة في النيجر وأيضا الصين وقالت بالحرف الواحد الصين متواجدة ومتواجدة بقوة وبالتالي هناك خوف من المبادرة الصينية أو يكون هناك خوف أو قلق من قبل الفرنسيين ولكن من الناحية الأخرى يمكن لفرنسا أن تبني على هذه المساعي الصينية لإيجاد الحل في النيجر رأينا خلال الأيام القليلة الماضية كيف بدأ الموقف الفرنسي إن صح التعبير يلين أو يتغير في موضوع النيجر من خلال التواصل مع العسكريين بما أعلن مسؤولنا فرنسيون من خلال التواصل مع الجيش لسحب عدد من الجنود يمكن أن تستفيد فرنسا من هذه المبادرة الصينية أولا لأهمية الصين في هذه المنطقة ولما يمكن أن تقدمه ولعلاقاتها مع النيجر هي الصين علاقاتها بشكل عام مع القارة السمراء علاقات طيبة وربما السيد نادر يونج أكد بأن مبدأ احترام سيادة هذه الدول والاحترام المتبادل هو ما جعل هذه الدول تتعامل مع الصين بشكل هادئ بينما مشكلة فرنسا أنها هناك الكثير من مطالبات بالتحرر من ربما هذه السيادة وسلطة الاستعمار والاستغلال والتحرر من كل القيود التي تفرضها باريس وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن تكون باريس مضطرة للتعامل مع الصين كي يكون لديها نفوذ على الأقل العسكري في إفريقيا وتحظى الصين بالنفوذ السياسي والاقتصادي في هذه الدول هل يمكن أن يتم تقاسم الأدوار بين بكين وباريس ما أود الإشارة إليه هو نقطة هامة تفضلت بذكرها وهي بأن الصين ستستغل أخطاء فرنسا في هذه القارة لن تتدخل في الشؤون الداخلية لن تتعامل بفوقية وأيضا ستستفيد من الكلام الذي كان قد آخره الرئيس إماليويل مكهون في شباط الماضي بأنه سيكون هناك تغيير في نظرة المعاملة والتعاطي مع الدول الأفريقية ستتحول إلى دول صديقة فرنسا ستكون اليوم إن استمرت الأمور على هذا المنوال بتليين الموقف ستضطر إلى الاستفادة من هذه المبادرة ولكن يجب أن نرى على ماذا سترتكز هذه المبادرة دعينا نسأل أستاذ نادر يوم هل هناك أي معلومات حول ملامح هذه المبادرة حدود تدخل الصين في هذه الأزمة هل هي معروفة أم ما زالت غير معلنة؟ هذه حاليا الصين أن تقوم أولا بحث المختلف الأطراف في النيجر على عدم اللجوء إلى استخدام القوة وكذلك لتخفيف حدة التوتر في الداخل النيجر بين مختلف الأطراف وكذلك العمل مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة لتوصيل ممارات وإقامة ممارات الإنسانية لتقديم المساعدات العجلة للشعب في النيجر وكل ذلك من أجل الحفاظ على استقرار للوضع العام وكذلك على هذا الأساس يمكن إيجاد الحالي السياسي بشكل تدرجي وإيجاد مخرج لهذه الأزمة فهذا هو الخطة الصينية المبسطة فكل ما تعمل الصين هو من أجل التجنب من إندلاع المواجهات الكبرى أو صراع المسالحة المفتوحة في هذا البلد وكذلك حفاظ على السلام والتنمية وإعادة النظام الطبيعي في هذا البلد أستاذ شيرين ألا تخشى باريس من أن تملأ فرنسا هذا الفراغ كمن جاء ليصلح بين الرجل وزوجته فتطلق وبالنهاية ارتبط هذا المصلح مع الزوجة وبالتالي هذا مثال قد يحدث خصوصا أن الصين لديها استثمارات كبيرة في مجال النفط وهناك خط سيتم بناءه يربط بين النيجر والصين وبالتالي كيف ستستخدم باريس السياسة في محاولة ضمان الحفاظ على مصالحها في آخر معاقلها المهمة في القارة السمراء أستاذ إبراهيم المصلح كان قد تزوج فعلا بهذه المرأة الصينيون تمركزوا في القارة الأفريقية وهذا ما بتنا نراه اليوم من هذه المبادرة التي طرحتها بكين وتطرحها بكوة وبكل ثقة بأنها اليوم تلعب دورهام في هذه القارة أما كيف ستستفيد فرنسا هنا السؤال فرنسا اليوم تحافظ على موقفها الصلب تجاه عدم الاعتراف بشرعية المجلس الانتقالي وعدم الاعتراف بأنها تريد أن تتعاطى مع هذا المجلس الانتقالي ولكنها في نقطة معينة أو في وقت معينة هي مجبرة على التواصل بداية مع المجلس العسكري وأيضا المجلس العسكري له المصلحة بالتواصل مع باريس من ناحية أخرى لناحية المصالح الاقتصادية لناحية التواجد العسكري هذه أخر نقطة لباريس في دول الساحل ولكن فيما يتعلق بالسين نرى اليوم بأنه في السياسة الدولية باتت الدول تتعاطى في السياسة على القطعة إن صح التعبير لا يمكن رابط كل الملفات ببعضها البعض ولو أننا لا يمكن أن ننسى أن هذه الملفات قد تؤثر وبالتالي اليوم يمكن أن نرى فعلا إذا ما تحولت هذه المساعي إلى مبادرة ترضي فرنسا إلى حد ما وترضي الجانب المجلس الانتقالي من ناحية أخرى وترضي كل الأطراف الموجودة في المنطقة في النيجر وأيضا ترضي دول الإكواس وبالتالي يمكن أن نرى هناك تقارب عفا تقارب أو إن صح التعبير مصلحة مشتركة بالحديث عن مصالح اسمح لي فقط سيدة الشيرين نتحدث عن العلاقات الاقتصادية بين الصين والنيجر هذه العلاقات ركيزيتها الأساسية الطاقة البلدان يعملان على بناء خط أنابيب للنفط يمتد على مدى 2000 كيلومتر ليكون الأطول في إفريقيا الهدف تصدير طبعا النفط الخام في حقول أجهديم في جنوب شرق البلاد حتى ميناء سيمي في بنين حقول أجهديم تستغلها مجموعة النفط الوطنية الصينية التي أنشأت كذلك مصفات نفط في جنوب النيجر بطاقة إنتاجية تبلغ 20 ألف برميل يوميا الشركة الصينية تمتلك غالبية رأس المال فيها سيد نادرونج واضح تماما بأن الصين معنية تماما بأن تكون شريك في أي حل أو مبادرة لكي تضمن على الأقل مصالحها إلى أي مدى هذه المصالح الصينية يمكن أن تدفع بكين إلى اتخاذ ربما خطوات أبعد من مبادرة وساطة إذا ما شعرت بأن هناك قوى شد عكسي تمنعها من الدخول على خط هذه الأزمة أولا الصين ما زالت تتمسك بمبدأ عدم التدخل في شؤون الداخلية للدول الأخرى وكذلك الصين لديها كذلك سجلات جيدة بأنها لا يلسى لديها السجلات عدوانية أو احتلال لأي دول في التاريخ وكذلك هذه المزايا تقصب ثقة هذه الدول للتعامل مع الصين ثم الأبرز شيء هو أن الصين أكبر شريك انتجاري من أعظم الدول في العالم وهذا يمكن أن تستقل الصين كذلك إذا سمحت الآن مقاطعة الصين احتلت العالم اقتصاديا هي ليس بالضرورة لها أن تتدخل بسياسات الدول لكن هي تفرض شروطها لأن الكثير من الدول حتى الدول الأضمى تعتمد على التكنولوجيا الصينية تعتمد على المنتجات الصينية على المصانع الصينية بسبب ربما قلة الأجور فيها حتى هناك شركات صينية تقوم بأعمال في بناء سد أيضا في النيجر هذا السد يتكلف تقريبا مليار ومئة مليون يورو في أقصى غرب البلاد هذا المشروع الضخم يعني يفترض أن يولد سنويا 629 جيجا واط في ساعة لتمكن النيجر من التخلص من اعتمادها على الطاقة من نيجر المجاورة إذن الصين تبني هذه المشاريع وتعتمد عليها هذه الدول لتتخلص من اعتمادها على دول أخرى وتقع في حضن الصين إذن ستعتمد على هذا المشروع الذي تنفذه الصين هذا استغلال للدول لكن ليس بدون تدخل بالسياسة من هو رئيس الحكومة لكن هي تقبض على الاقتصاد في هذه الدول طبعا هذا ليس هي الاستغلال بل هي التبادل المنفع المتبادل وفوز المشترك فالسين طبعا يمكن كذلك أن يدمن خطة السلام التي تقدمها السين بسبب أنها تستطيع أن تقدم الدامنات المستقبل التطور الاقتصادي في كثير من البلد مثل النيجر فلذلك الوساطة الصينية يمكن لديها نسبة أكبر لنجاح وكذلك الصين حاليا كذلك أصبح لديها بعد بعجالة أستاذ الشيرين ما قاله الأستاذ نادر مهم ولافت بأن الصين سياساتها مبنية على المنفع المتبادل وبالتالي لماذا لم تنجح فرنسا في بلورد هكذا نوع من المشاريع التي بعدها لا تشعر هذه الدول بالغبن والظلم للأسف هذا ما أخطأت به فرنسا على مدى سنوات على عشرات السنوات الماضية وما بدأت تعيه مؤخرا إذا ما تحدثنا عن خطاب الرئيس إمانويل مكهون عام 2017 بوجادوغو تحدثت أيضا خلال هذا العام في شباط فبراير من هذا العام عن إعادة النظر كما ذكرت بالسياسة بالشراكة بالعلاقة الودية مع أفريقيا هذا ما أخطأت به فرنسا وما أعادت اليوم النظر فيه وتعيد النظر فيه وتحديدا بعد الانقلابات العسكرية التي حصلت في بوركينا فاسو في مالي واليوم في النيجر وبالتالي يجب على فرنسا أن تستفيد اليوم من سياسة المنفع سياسة المنفع اليوم في موضوع النيجر تحديدا لن تنفع فرنسا فقط ستنفع المجلس العسكري وستنفع أيضا الصين الصين لها مصلحة بطرح مساعي ومبادرات سلام لأنها عندما تريد أن تبني استثمارات ناجحة هي بحاجة لأرضية آمنة ولدول آمنة ولمناطق هادئة وغير مضطربة وبالتالي ستحتاج أيضا هنا إلى فرنسا المتواجدة عسكريا والمتجذرة اقتصاديا هناك وستكون بحاجة إلى المجلس العسكري وبالتالي يمكن الحديث بناء على ما تفضل به الزميل من بكين عن منفع ثلاثية اليوم في النيجر بين فرنسا والمجلس العسكري وبكين ويمكن أيضا أن تكون هذه المساعي محفظ لفرنسا لفعلا تطبيق ما تحدث عنه الرئيس الفرنسي بضرورة إعادة النظر في العلاقات عدم التدخل في الشؤون وصلت فكرة أنا أشترك سيدة ناصر الكاتبة الصحفية كنت معنا من باريس وشكر موصول لنادرونغ الصحفي من بكين لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر